ونصل الآن إلى فقرة ملف اليوم ملف اليوم حول الشأن الإسباني والملف سيتمحور على وجه الخصوص حول موضوع اعتقال الشرطة الألمانية أمس لرئيس قليم كاتالونيا السابق كارليس بوتجيمونت بناء على مذكرة اعتقال أوروبية اصدرتها إسبانيا في حقه بوتجيمونت الذي واجه عقوبة السجن التي قد تصل إلى 25 عاما بسبب تهم العصيان والتمردواء لإلقاء الضوء أكثر على تفاصيل هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة في السوديو الزميلة ملك مهراج ملك صباح الخير صباح الخير حساب صباح الخير سحر ماذا عن ملابسات اعتقال بوتجيمونت عند الحدود الدنمركية من قبل الشرطة الألمانية وذلك طبعا بناء على مذكرة اعتقال دولية أصدرتها القضاء الإسباني نعم بالفعل حسام الآن رئيس الإقليم السابق كارلس بوتجيمونت يوجد رهن الاعتقال في الحدود تحديدا في الحدود ما بين الدنمارك وألمانيا خلال الأشهر الخمسة الماضية التي عقبت مغادرته التراب الإسباني ولجوءه إلى بلجيكا بوتجيمونت كان يتمتع نسبيا ببعض الحرية في التنقل التي تسمح بها الحدود الداخلية الأوروبية خاصة خلال الفترة التي جمدت فيها السلطات الإسبانية أمر الاعتقال الصادر في حقه والسبت حل بوتجيمونت بفنلندا لكنه غادرها سريعا بعدما أعادت السلطات الإسبانية استصدار مذكرة اعتقال أوروبية في حقها وتم توقيفه بمجرد وصوله إلى التراب الألماني محامي بوتجيمونت قال إنه كان متوجها إلى بلجيكا حيث يعتزم التعاون مع السلطات فيما يتعلق بتسليمه إلى إسبانيا حسام الآن سيمثل بوتجيمونت أمام قاضي مكلف في إجراء هو شكلي لتحديد هويته ثم ربما يتم ترحيله بناء على طلب مدريد إلى إسبانيا طيب هذا بالنسبة لملابسات الاعتقال الآن بوتجيمونت يواجه عقوبة السجن تصل إلى 25 عاما كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد من التطورات ملك؟ حسام كما ومعلوم المحكمة الدستورية العلية رفضت منذ البداية استفتاء الأول من أكتوبر ثم رفضت الإعلان الوحادي الجانب من جانب حكومة بوتجيمون المقالة حول انفصال الإقليم بعد هذا الإعلان قررت مدريد اللجوء إلى الدستور الإسباني وبالتحديد المادة 155 وبمقتضى هذه المادة تم حل أربا المرلمان الكاتلوني والدعوة إلى انتخابات جديدة وبعد موجة من الاعتقالات والمتابعات القضائية التي طالت عشرات الزعماء للفصاليين اختار بوتجيمون بعد إقالته اللجوء إلى بلجيكا رغم كونه قد لجأ إلى بلجيكا التي هي عاصمة الاتحاد الأوروبي فهو لم يحظى بأي دعم أو مساندة من طرف بروكسل فكما هو معلوم المؤسسات الأوروبية تشدد على وحدة إسبانيا وأبدت في عدة مناسبات مساندتها للجانب الإسباني المفوضية الأوروبية عبرت عن رفضها للمشروع الانفصالي الذي يثير أيضا مخاوف من إذكاء النزاعات الإسبانية في عدة دول أوروبية يعني في ظل هذه الظروف الرئيس المقال يترأس كتلا انفصالية من منفاها الاختياري وعدة مرشحين يقبعون في السجن يمكن القول أن الانتخابات الجهوية قد جرت في أجواء غير مسبوقة ثم أن النتائج التي أفرزتها لم تحسم المعادلة السياسية حيث حصلت الأحزاب الانفصالية مجتمعة على الأغلبية لكنها تواجه منذ ذلك الحين صعوبات في تشكيل حكومة جديدة على ما يبدو سحر لديها سؤال في هذا الموضوع نعم ملك في ظل هذا الفراغ السياسي الذي يعيشه الإقليم هل من بوادر لتشكيل حكومة جديدة سحر يعني إسبانيا يعني مدريد فرضت المادة 155 لحد الساعة فإن الإقليم يوجد تحت وصاية السلطة المركزية والوضع يعني مرشح بالاستمرار كانت هناك ثلاثة محاولات لتنصيب رئيس للإقليم لكنها أخفقت وأولهم الرئيس الانفصالي السابق بوجيمون الذي حاول ترشح من منفاها الاختياري بعدما رشحه البرلمان شكرا جزيلا يعني معلومات كافية ووافية حول موضوع اعتقال بوجيمون شكرا جزيلا شكرا جزيلا